بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله عزيزي الطلاب إن شاء الله الآن سوف نكمل رياضيات مالية الوحدي السادسي قبل البدء بالوحدي السادسي نريد أن نذكر بعض الخواص للمصوفات وهي أن محدد أي مصوفي يساوي محدد منقولها إذن محدد أي مصوفي يساوي محدد المنقول الآن لنفرض أن لدينا مصوفي هذه مثلا سالب 2 أربعة ستة أربعة سالب خمسة ثلاثة فورا نقول عن أن المحدد لها لنفرض أنها إيه؟ المحدد لها فورا بدون حساب يساوي الصفر والسعب أن أحد الأسطر يساوي الصفر ماذا لو كان أحد الأعمدي يساوي الصفر؟ أحد الأعمدي فورا نقول أيضا أن المحدد يساوي الصفر نأتي الآن إلى خاصية إضافية وهي إذا كانت المصوفي قطري ثلاثة أربعة خمسة وهنا صفر 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 فورا نقول على أن المحدد لها يساوي ضرب عناصر قطرها الرئيسي ضرب عناصر القطر الرئيسي حتى لو كانت المصوفي عليا أو سفلة مثلثي عليا المحدد لها هو ضرب عناصر القطر الرئيسي ثلاثة ضرب سالب واحد ضرب خمسة إذن لو كانت المصوفي قطري أو مثلثي عليا أو مثلثي سفلة نقول على أن المحدد هو ضرب عناصر القطر الرئيسي الآن إذا كانت المصوفة A مثلا تم حساب المحدد لها والمحدد لا يساوي الصفر نقول على هذه المصوفي أنها ريجولة أيضا هناك خاصية لنفرض أن A تساوي واحد اثنين اربعة سالب ثلاثة خمسة عشرة اثنين اربعة تمانية المحدد لها يساوي الصفر والسعود نلاحظ أن السطر الثالث نلاحظ الآن أن السطر الثالث هو ناتج عن السطر الأول بعد ضربه باثنين نلاحظ أن السطر الأول لو تم ضربه باثنين ينتج السطر الثالث وهنا لا يوجد استقلال إنما يوجد ارتباط خطي ارتبط السطر الثالث بالسطر الأول بالضرب باثنين لذلك المحدد يساوي الصفر الآن بعد تطبيقات المصوفات أول شيء لحساب الإيجاد التطبيقات مثلا نوجد المحدد يجب أن تكون المصوف مربعة اثنين ضرب اثنين أو ثلاثة ضرب ثلاثة نلاحظ أن الدين ليس لها محدد والسبب أنها ليست مصوف مربعة لذلك لا يمكن حساب المحدد لها نأتي للمصوف ايه هنا كيفية حساب المحدد ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص ضرب عناصر القطر الثانوي إذن ضرب عناصر القطر الرئيسي هام جدا استخدام الأقواس ناقص ضرب عناصر القطر الثانوي وينتوج أنها ماذا سالب تسعة لا تساوي الصفر لذلك نقول عنها أنها ماذا ريجولر نأتي الآن إلى المصوف بيه نلاحظ أنها من الحجم تلاتة تلاتة لحسابها بعدة طرق ممكن إحدى الطرق وهي أن نأخذ العنصر الأول هنا طبعا إشارته موجبي ونحسب المصوفي المقابل له بعد حزف الصطر والعمود تنتج هذه المصوفي الآن نأخذ العنصر الثاني وهو الأربعة طبعا أثناء توزيع الإشارات هنا الإشارة موجبي العنصر الأول ثم سالبي ثم موجبي موجبي وأيضا عند أخذ هذا العنصر أربعة سوف نحزف صطره وعموده من يبقى يبقى الصفر والصفر والخمسة والواحد صفر صفر خمسة واحد من السهولة جدا حساب المحدد له ثم نأخذ العنصر سالب واحد هذا هو ونأخذ أيضا نحزف صطره وعموده ماذا ينتج صفر صفر سالب أربعة صفر هذه هي المصوفي نحسب المحدد الآن لهذه المصوفي ولهذه المصوفي ولهذه المصوفي حسب الترتيب فينتج ماذا الإيجابي سالب أربعة ويمكن الحساب الآن الحاسبي ويمكن الحساب بطريقة تكرار العمود الأول والعمود الثاني الآن لنستخدم النصوفات في حل جملة معادلات سمي السيستم هنا جملة معادلات لدينا معادلتين في الواحدة الأولى كان لدينا معادلة واحدة ومتغير واحد ممكن X ممكن T ممكن N لكن هنا لدينا معادلتين بمتغيرين من همان X1 و X2 ممكن بالاختبار XY ممكن أي رمز آخر ممكن X0 و X1 كيفية الحساب الآن نأخذ مصوفة المتغيرات إذن المصوفة هي 2 3 3 5 نأخذ المصوفة ونحسب المحدد حسب أي طريقة نأخذ المحدد فينتج المحدد ماذا يساوي؟ الواحد الآن نحسب مصوفة تسمى AX نحسب محددها من هي AX هي بعد نأخذ مصوفة AX1 و AX2 من هي هذه المصوفة؟ نأتي الآن إلى المصوفة رقم واحد نحذف سطر أو عمود X1 هنا نحذفه ماذا نضع عوضا عنه الطرف الثاني؟ إذن الآن 5 12 ونتابع 3 5 3 5 فينتج لدينا الإجابة كم؟ ينتج لدينا الإجابة سالب 11 إنها هنا أوكي نأتي الآن إلى المصوفة AX2 ماذا تعني؟ AX2 تعني نحذف عمود المتغير X2 نحذف عمود المتغير X2 لنحذف العمود الآن لX2 نحذفه هنا تم حذفه من بقي لدينا؟ بقي لدينا 2 3 و 5 12 بالحساب نجد أنها ماذا تساوي تساوي 9 الآن كيفية حساب قيمة المتغير X1 هو وهي محدد مصفوفة X1 على محدد المصفوفة المتغيرات ويساوي سالب 11 على محدد مصفوفة متغيرات كم حصلنا عليه هنا 1 والإجابة ماذا سالب 11 ونسي الشيء نفعله للمتغير X2 فينتج لدينا ماذا القيمة 9 إذن الخيارات سوف تكون سالب 11 9 إذن هنا X1 وهنا X2 الآن لو تم أخذ هاتين القيمتين وتم التعويض في أي معادلة هنا أو هنا لو تم التعويض في المعادلة الأولى سوف نحصل على المساواة تساوي 5 في المعادلة الثانية سوف نحصل على القيمة وهي تساوي 12 إذن يمكن الآن التأكد من الحلول ونحصل على الإجابة طبعا لو كان لدينا ثلاث معادلات سوف تصبح AX1 مصوفي من الدرجة الثالثة و AX2 أيضا مصوفي مربعة من الدرجة الثالثة و AX3 أيضا مصوفي مربعة من الدرجة الثالثة سوف يكون لدينا حلول X1 و X2 و X3 وطبعا جميع هذه الحلول يتم حسابها بالآل الحاسبي لو أحببنا التأكد من الإجابة الآن في الكتاب تم وضع طريقة أخرى للحساب الحلول ما هي الطريقة لنأخذ الآن مثال خارجي لنفرض لدينا أن معادلة أولى X1 زائد 2 X2 تساوي لنغير الرموز ممكن X زائد 3 Y يساوي العشرة ناقص 2 X زائد Y يساوي يساوي السالب 6 ما هي طريقة الكتاب يقول يقول لي أننا نأخذ المصوف A مضروبي ب X يساوي B من هي A هي المصوفة 1 3 سالب 2 1 من هي X X هي مجموعة المتغيرات هنا لدينا X بالترتيب نضعها و Y طبعا لو كان عفوا X و Y لو كان لدينا Z نضع Z أيضا X و Y من هي B هي الطرف الثاني 10 وسالب 6 أوكي وسالب 6 كيفية الحل الآن كيفية الحل طبعا الآن ممكن ضرب هذه المعادلة بالنظير أو معكوس A بمعكوس A طبعا A بمعكوس ها من هي هي المصوفة الواحد ال-identity A مضرب بX يعطينا X و يساوي ماذا الآن معكوس A مضرب بB أوكي الآن من هي ال-X هنا هي ال-X وال-Y الآن الطريقة سهلة جدا وهي أن نحسب معكوس A مضرب بالB من هي ال-B 10 وسالب 6 أوكي يتم حساب على الجانب من هي معكوس A فنجد أن معكوس A يساوي أي أن الآن X Y يساوي معكوس A مضرب بB من هو ال-B 10 سالب 6 لنحسب معكوس A إذن الآن بقي لدينا حساب معكوس A كيف حساب معكوس لمصوف مربع من الدرجة أو من الحجم 2 ضرب 2 نعكس عناصر القطر الرئيسي نصبح لدينا 1 1 و نبدل إشارات القطر الثانوي و نقسم على محدد A يجب حساب محدد A محدد A من هو 1 ب1 ناقص 3 ب2 والإجابة ماذا 7 إذن الآن سوف نقسم هنا على 7 وهنا على 7 وهنا على 7 وهنا على 7 أوكي الآن بكل سهولة نضرب القطر الأول عفوا السطر الأول بمن بالعمود إذن الآن XY يساوي 1 على 7 ضرب 10 على 7 10 على 7 ناقص 3 على 6 ضرب سالب 6 18 18 زائد 18 على 7 نأتي الآن إلى السطر الثاني ضرب العمود لأنه لدينا عمود واحد هنا 2 ضرب 10 20 على 7 1 على 7 ضرب سالب سالب على 7 طبعا بحساب هذه القيمة هي قيمة X وبحساب هذه القيمة هي قيمة المتغير Y إذن يمكن كتابة الحل هو X و Y ممكن بطريقة كرامر هذه هي طريقة كرامر مثال آخر مثلا ممكن عدة أمثلي وممكن بالطريقة الموجودة في الكتاب بهذه الطريقة إذن هناك أكثر من طريقة لحل جملة معادلات وتكون سهلة جدا جدا إذا كانت جملة معادلتين فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر